السلام عليكم متابعين الأوفياء مرحباً منكم في مقطع جديد واليوم معنا هذا الطفل السمين والذي لم يتوقع أبداً أن يصبح ملك الكيك بوكسينج في يوم من الأيام وببساطة لأن بدايته كانت في الكاراتي فمن هو ريكو فيرهوفن؟ دعونا نتعرف عليه في دقائق معدودة وقبل أن نبدأ من فضلكم إعجاب بالمقطع ريكو فيرهوفن ولد هذا الطفل بالضبط 10 أبريل سنة 1989 بهولندا بدأ ريكو تعلم الفنو القتالية في سن الخامسة والذي لا يعرفه الكثير من متابعي فيرهوفن أنه بدأ بالكيوكوشين كاراتي وطبيعي لأن والده كان يحمل الحزام الأسود في الكاراتي وسرعان منتقل للكيك بوكسينج في سن السابع ولكن لم يتعلق ولم يظهر في الساحة حتى بلغ 16 سنة والذي ميزه عن باقي رفاقه أو الممارسين ذلك الوقت هو أنه كان يمتلك جسم ضخم فاضطر أن يتدرب مع الكبار في السن وكان دائما يتنافس مع الأكبر منه سنا والذي ميزه عن رفاقه في النادي أن التدريب كان بالنسبة لفيرهوفن شيء تابت وكذلك والده كان حريص على انضباطه في التدريب وحتى بعد خروجه من المدرسة لم يكن مثل الصغار يذهب للعب والتجول إنما كان يذهب للنادي فيرهوفن في الوقت الحالي يبلغ 34 سنة طوله 1.96 الوزن 118 كيلوغرام بالنسبة للاحتراف لعب نزال واحد في الملاكمة الإنجليزية انتصر فيه بالضربة القاضية وكذلك لديه تجربة قصيرة في الليميمي بحيث لعب نزال واحد كذلك ينتصر فيه بالضربة القاضية وأما تجربته في الكيك بوكسينج فقد لعب 70 نزال احترافي انتصر فيه 60 منها 20 بالضربة القاضية لم يخسر فيرهوفن أي نزال منذ سنة 2015 وخلال هذه الفترة انتصر فيه 16 نزال بالتتالي وأما نزاله القادم فمن المقرر أن يكون ضد طارق أساره وأما بالنسبة لهولندي ريكو فيرهوفن والمغربي طارق بابز والمغربي حاميشة المغربي طارق بابز من المقرر أن يواجه المقاتل سوري نامي دونيجي أبينا بتاريخ 4 نوانبر سنة 2023 وكذلك ريكو فيرهوفن وفي نفس الموعد 4 نوانبر القادم سيواجه مقاتل قوي على اللقب المقاتل نيجيري الهولندي طارق أساره وكذلك وفي نفس الموعد معنا مواجهة أخرى للمقاتل المغربي حاميشة واسمه الحقيقي محمد المزواري وحميشة في هذا الموعد كذلك 4 نوانبر سنة 2023 نوانبر القادم من المقرر أن يواجه الفرنسي دياغولي كاميرا وأما بالنسبة لأسلوب ريكو فيرهوفن في القتال فمعروف عليه وهذا قاله بنفسه أنه يحاول استدراج خصومه أو منافسه ليلعبوا العديد من الجوالات ويحاول أن يستدرجهم حتى يتعبهم بأسلوبه فلديه استراتيجية ناجحة في القتال لأنه لا يلعب بشكل عشوائي كان هذا أصدقائي باختصار شديد عن ريكو فيرهوفن وعن إنجازات ريكو فأرجو أن لا تبخلوا علينا بإعجاب المقطع ومتابعة جديدنا اشتركوا بالصفحة على فيسبوك وكذلك اشتركوا بالقناة ليصلكم كل جديد نلتقي قريبا إن شاء الله في فيديو قادم ودمتم سالمين والسلام عليكم اشتركوا في القناة